من الحب ما جرح فيه حب كده بيبقى جارح ايه الحب الجارح ده؟ احنا اصلا البيوت بتتبني على السكينة والمواد ده والرحم كلها اشياء فيها لين وفيها لطافة وفيها جمال الاصل في مسألة من الحب ما جرح فكرة ان حد يحس بشعورين متنقضين جدا جدا الشعور الاولاني ان انا عايز حافظ على اللي قدامي ولكن مش عارف حافظ عليه غير بان انا تعصب وتنرفز وتصرف بتصرفات غير منضبطة وفي نفس الوقت انا بحبه فيل يحصل؟ فيحصل حالة غريبة جدا 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 امارس العصبية وامارس في بعض الاحيين الاهانة وانا بقول ان انا بحب شريك حياتي فالسكينة ما بقاش فيه سكينة ويبقى عندنا بنستخدمها وما نقدرش نستغنى نتعصب ونرفز على شريك حياتنا بس احنا ما نقدرش نستغنى عنه ولو احنا نفسنا اردنا ان احنا نمثل ده زي السكينة السكينة بيحصل فيها ايه؟ السكينة ما نقدرش نستغنى عنها في حيات كتيرة جدا جدا بس في نفس الوقت لو عدناها على قدينا بتجرحنا الحب الجارح ده اقرب حاجة الى التملك اللي بيحب حد حب بس المفروض يهنيه ويسعده هو يا دي معنى قوله تعالى واجعل بينكم مودة ورحمة مش امتلكه واخنقه فمحدش يقول لي انا احب بالطريقة اللي تعجبني وتريحني لا يا سيدي مفيش كده انت تحب حبيبك بالحب اللي يخليكم انتوا لتنين سعداء لكن كلمتي هي اللي تمشي ده هيجرح هيقزي فكرة ان انا احب حبيب بس كلمتي هي اللي تمشي فهو دايما شايف ان كل الناس ايه اللي حاصل كل الناس تحت امره وتدور في فلكه اه لا ده يبقى جوه حب جارح ده اللي شايف ان كل الناس تحت امره ويدوره في فلكه اه ماما اصلا ما جاي نكلم عننا انا عارف ان فيه ناس كتيرة